ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بينا كده نعمل الكوكز بالشوفان اول حاجة كده نجيب موزة نهرسة كويس بعد كده حطيت عليها شوكولاتة شيبس وحطيت سوداني وكمان احط جوز هند الجوز الهند والسوداني دول اختياري تمام اه هو اساس الكوكز الشوفان والشوكولاتة والموز اه ممكن ما نحطش عادي شوكولاتة شيبس نحط اي شوكولاتة تانية يخسره ضايت بس هما حاجة تكون شوكولاتة اللي هي آآ الخام بتاعة الطبخ انا بستخدم نوع حلو جدا اللي هي آآ دريم بعد كده نقلب كده كل المكونات كده مع بعض عايز اقول لكم ان هي بتبقى مسكرة جدا واحد دي يحط سكر لاني الموز طبعا بيبقى مسكر كده نقلبها كده بالطريقة زيت بعد كده نكورة كده كورة صح آآ زي المرتقونة زي اللمونة نعملها كده بالزبط آآ الطريقة دي احلم اللي هي اللي هي ايه اللي احنا بنبططها بقدينا دي بتبقى بصراحة عموها مش لذيذ دي الزز بكتير اللي هي كده بتبقى ايه طبعا ندخلها آآ فن آآ اما ايه المكرويف انا قلت فهم شوية سوري نحطها كده في الشوية اما ايه آآ المكرويف يعني هي دوك بس ايه تياخد كده ايه يعني تحميرها كده وان طلحها على طول ناخد لنا بقى ايه تلاتة اربعة كده مع مشروب احنا بنحبوه وبس كده جربوها اتعجبكم جدا اهم حاجة لو حتناها في الشوية نطلحها على طول يعني هي مش هتكمل ثانية بس تياخد بس ايه اللون بس بتاعها وبينطلحها على طول هي بتبقى اطرية كده بس هي اهم حاجة بس ايه تاخد لون بس اللي هو ايه الحمر ده بس كده